السلام عليكم وياكم التدريسية هنا صباح من جامعة تكنولوجيا معلومات والاتصالات في كورية الهندسة هاي هي المحاضرة السادسة من محاضرات الـ اليوم راح نشرح 7-Signal Discipline هاي المحاضرة كانت من إعداد طالب محمد مفلح وطالب محمد صباح وطالب حسين عادل راح نشرح بهذه المحاضرة شنو هو 7-Signal Discipline وشنو أنواعه وشنو التروث table بحيث أنا أقدر أعرض الشيء اللي أريده أنا على 7-Signal وراح نحكي شنو نشوف مثال عملي وايضا راح نشوف ودس أدفانتج لل7-Signal في البداية طبعا هو هذا شكل 7-Signal قد يكون بيها 7-Signal واحدة أو بيها أكثر من 7-Signal هي عبارة عن LED اللي هو Light Emitting Diode يكون بالP-N Junction ينطيني ضوة طاقة ضوئية في طريقة فوتون المشن من هذه فوتون يحدث عندما يحدث الديوة إذن داخلها عبارة عن دايودات نحن درسنا الديوة بالإلكترونيكس ونعرف أن الديوة ينطيني ضوة إذا أنا أسوي له فورورد ويمرر تيار وإذا باكورد بالحكس ما يشتغل 7-Signal تتكون من 7-LED 7-LED من اسمها ما تكون هي 7-LED راح تكون مرتبة بشكل مستطيل طبعا في بعض الأحيان أنا عندي الثامن اللي هو هذا اللي هو يشتغل إذا أنت عندك أكثر من 7-Signal مثل الكالكولايتر بالحاسبات فطرية تخلي فارزة فنستخدم أيضاً هذا البيت هذا الأديشينال 8-LED فإذا نريد تكون من 7-LEDات الرينج الريكتاغولار فاشن كل واحدة من عدها كل من 7-Signal وكي وأكو أكثر من موضل بال7-Signal أكو 1-Digit هذي ال1-Digit أكو 2-Digit هذي ال2-Digit وأكو 3 وأكو ال4 إذا تشوفون هاي ال3 وأيضاً هذي ال4 مهم أني ألاحظ طريقة اللي داد مرتبة that in any 7-Signal are arranged in common anode or cathode يعني أنا ذني كلهم هاي طبعاً هذا المهم هذا الشكل لأن أنت هذا الشكل اللي راح تربطه سواء بالعملي إذا كان أنت عندك هاردورد حقيقي أو بلتنكك كاد هي عبارة عن خمس بنات هنا وخمس بنات هنا البن البلوساط اللي هو راح يكون ال-Common أما يكون common anode إذا كان هذا الربطة أنت للموجب أو يكون common cathode إذا أنت هذا المرابطة للسالب ال-Common anode مثل ما كنا نعرف يعني شنو anode ال-Common هو يعني جزء الموجب أوكي؟ من أقول common يعني كل هن مربوطات سوية زين زين ال-Anode حتى يصير forward وين لازم ينربط؟ ست لازم ينربط على VCC إذا ال-Common anode ما كدعي أصلاً تحقب الرسم من اسم بما أنه common anode فال-Anodeات كل هنة جزء الموجب هنه common زين أوكي إذا هنه مشتركة وين هربطها ground law VCC ست بما أنه هو anode وأنا أريد أسوي له forward حتى هو يشتغل ست لازم أربطه لل-VCC تمام زين ال-Common cathode لا ست الكاثود السالب هو حيكون common وما أنه هو cathode وأنا أريد أسوي forward فلازم ست هذا أربطه المن لل-Ground أوكي؟ فلازم جداً نعرف ال-Common anode وال-Common cathode وشون يربطون هذا هو الربط مالته حتى أعرف الأرقم الأريدة لازم تكون مثل ما قلنا قلنا إنه أنا عندي عندي A وB وC وD وE وF وG أوكي ها كلها لازم نعرف شون مرتبة شوفوا A B C D E زين ها كلها لازم تعرف التين كل واحد مكاني فأني على مود أعرف شون مربوطة البندات وأعرف شون أعرف إذا تريد صفر لازم تخلي كل المحيط مالتها اللي هي ال-A وال-B وال-C وال-D وال-E وال-F وهكذا زين فإن جنرال ال-Common anode هو أكثر استخدام يعني شل ال-Common anode أكثر استخدام؟ يعني أنا راح أربط البندات كلهم أربطهم ال-Common أربط المن للموجب والبندات البقية حتى أشغلهم لازم شنو أنطيهم لازم أنطيهم صفر أوكي بما أنه هو كمن هاية مهمة بما أنه هو كمن anode فإذا شوفوا الجزء الموجب هو أورادي مربوطة ال-VCC زين حتى أشغل هذا شنو لازم أنطي لازم أنطي صفر على مود شنو عفوا يشتغل زين بعد أعيدها ال-Common anode أربط ال-Common بين المن للموجب وأمطي زيره حتى يشتغل بينما ال-Common cathode راح أربطه المن ال-Common أربطه للموجب وعرفه يشتغل أنطي موجب أوكي عدنا الأدفانتج والديس أدفانتج الأدفانتج الأدفانتج أنه هو تشيب طبعاً اللي إذا أحد يحاول يشتريه يعني جداً مرخيص 250 دينار ما ينجاوز السعره والديس أدفانتج إنه هو يعرض لي فقط إنه نمبر وبعض من الحروف فهاي بها ديس أدفانتج أيضاً مو مثل إذا تريد أنت تعرض كتابة كاملة ومفهومة مثل ال-LCD اللي إحنا استخدمناها في بداية الكارس هاي جداً مهم حرفة شي عميخ مختصر إذا تريد أنت تعرف ال-واحد الصفر ينعرض إلى التسعة بال-Common cathode وبال-Common anode بال-Common anode مثل ما قلنا نبط صفارة اللي أريده بينما بال-Common cathode اللي أريده أنطي واحدات هذا أيضاً هنا يوضح لك الشون تربط البنات وشون المواد اللي راح نحتاجها بالتجربة ومغالتنا نحتاج Arduino ونحتاج سنينسيجمنت وهي طريقة رابا ونحتاج مقاومة مقاومة يحطها على كل ال-Common ليش حتى يقلل بما أنه هي للنات ونعرف الليد يحتاج مقاومة حتى يقلل مرور التيار حتى ما يحترك فالنفس الحال هنا أحتاج مقاومة هنا ومقاومة هنا طبعاً أنا راح أترككم ويا أكثر من كود راح أترككم ويا أكثر من كود راح أشوفكم فيديو إذا كود هذا أول كود هو مجرد يعد من الصفر للتسعة يعني هذا مجرد كاوينتر أوكي هنا بالكاوينتر استخدمنا فونكشن جاهز أوكي هاي فونكشن الصفر والواحد والاثنين والفونكشنات أوكي هي على موت تعمل لي كل واحدة وهنا راح أترككم ويا ها طبعاً الربط راح أترككم ويا عدد فيديوهات الفيديو الأول محمد مفلح وبعدين عدنا الفيديو لمحمد صباح وفيديو لمحمد الحسين عادل راح أشغلها كلها حتى أنت من اللي تشوف أقرب إليك ربما هو وصل لك الشرح بطريقة أفضل مما أنا سوتها وأحسن ربما وأنا راح أترككم ويا الشرح وانتو شو سمعوه و على أي سؤال النوع اللي استخدمنا هنا هو الكومان كاثود شون نعرف أنه إحنا استخدمنا الكومان كاثود ربطنا البنات الخاصة بالكومان ربطناها ويا الجراند وهذا كومان ويا الجراند وهذا الثاني ويا الجراند هنا عدنا السيجمينت يعني هذا بين A B C D E F G عدنا هنا البن الخاص بل اسمه DP يخص الدوت اللي موجوده تحت تحت الرقم هنا بالنسبة للكود الكود عندنا ببداية الأمر مثل ما تعودنا نعرف المتغيرات والبنات اللي تخص كل متغير والبن اللي خص كل متغير بعد هال بعد THE V zar وايه ست ااب رح نحدد من خلال ال عمل البن خلال ال إماع و بالحل بس احنا هنا عدنا ما ما نحتاج ال what فقط out what فكل البنات حددناها كout بعد هتيجي ال functions الخاصة بالأرقام خلال هنحدد قيمة كل بن هي إن كانت high أو low فقيم كل function كل function راح تكون حسب truth table اللي عدنا بالمحاضرة اللي هو هذا بما أنه نستخدم ال common cthul ورح نستخدم الجدول اللي موجود على يسار الشاشة مثلا عدنا هنا صفر هو كل القيم واحد a, b, c, d, e, f عدد قيمة g صفر هاي هنا مثلا هادا كلها a, b, c, d, e, f واحد جي صفر الواحد كلها صفر عدد a, b, c b, c قيمتها واحد وهكذا على بقية الأرقام حسب الجدول بعدها من خلال void loop نحدد delay الخاص كل راكم هذا البداي كعرض القيم الله السفر راح انا راح اوقف لأن هذا ما ي... هذا تنفيذ آخر بالبروتوس اللي يعجبه يروح الفلشي أقوى شوية من التنكر كاز بأوبشينات أكثر يعني هنا مثلا إذا نشوفه محمد مفلح مسوي تنبرتر الحرارة يعني هذا البروتوس الحلو بي مسوي يعني تقدر أنت كل شيء الشغل الهاردور كل الحقيقة تقدر هنا تنفذك السميليشن كل المعدات موجودة وطبعا عاشت إيدا محمد مفلح هنا إذا نشوف تنبرتر الحرارة وهنا راح نعرض الحرارة هنا هنا راح نشوف سبب سيجمات راح نبسان الدخل الخار خلدي نشوف باور هاي درجة الحرارة بشقد ما هو يعد يصعد ونزل بالحرارة شو شوف شوف هنا يعلي ويصعد وتتغير عاشت إيدك محمد يعني شغل حلو ورائع أوكي نكمل نشوف شغل بالبداية راح نشرح السمين سيجمات هذا نفسه في الفيديو لوعن عندنا هومورك بعدها أنا طبعا راح أخليكم بالبداية راح نشرح بالبداية راح نشرح بس خلي نحش شوي على الهومورك الهومورك إنو عندك انت تعرض أحرف اسمك وهاي كلش راح تستفاد منها بفيديو حسين طالب حسين عادل هسا راح نخللكم إياه إن شاء الله وأعرضهم أيضا بالفيديو وتعرض البرد دي أو تعرض بدأ البرد دي تعرض عشرين عشرين طبعا البرد دي سنة فقط هسا إن شاء الله بس أخلي أخلي لكم هذا طبعا ربط البروتوس هسا بس راح أخلي لكم الفيديو راح نشوف الفيديو مالة محمد صباح وبعد نشوف الفيديو وبعد نشوف الفيديو ليه؟ نشوف الفيديو نشوف الفيديو نشوف الفيديو السلام عليكم مرحبا شباب يوم أشوفكم طريقة نشوف الفيديو السلام عليكم مرحبا شباب نشوف الفيديو السلام عليكم مرحبا شباب يوم أشوفكم طريقة تغربت والسابين سيجمت والكوت والتنفيذ إن شاء الله نبدأ طريقة تغربت نشوف الفيديو نشوف الفيديو نشوف المياد السلام عليكم أنشوف المساعدة ضع المجرد يعني سوى على شكل كيسات ترجي شوف التنفيذ المنتج الكاونتر يبدي عدل الصفر لحد العشرة بعدها ايضا راح نشوف فيديو وشغل حسين ايضا هم انتبهوا لي ورح اخلي لكم ان شاء الله كودات كل شخص حسب انت التنفيذ اللي شفته من اللي عجبك من اللي فهمت عليه اكثر براحتك تسوي رح اخلي لكم كل الكودات بالمحاضرة تقدر انت تشوفها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اياكم الطالب حسين عادل مصطفى كلية الهندسة جمعة تكون جمع المعلمات والاتصال اليوم رح ناخد مختبر خامسة ومختبر سيلن سيجنت رح نتكلم كافية ربط سيلن سيجنت مع الاردوينا اونا وكافية كترة الكود الخاص بي واشنون رح نعرض الاتقام او الاحراب اللي احنا نريدها نبدأ لبداية الربط بسا في السيجنت منها كمن عناد نبدأ بربط بسا في السيجنت مع الاردوينا اونا بسا في السيجنت مع الاردوينا اونا نطوم ذلك صور جي مكافية اونا اكيد انتم تقدروا نضغيرهم بالربط كمّل نجي على مؤشر الديبي مؤشر الديبي نقدر حاليا نروفي ويسويه لديسيبلي ولكن الاتقام يستخدم فقط في الاردنا نروفي اكثر من المريل يعني إذا ربنا نعرض أكثر من 10 تلقم حانيا راح نروح مع العشرة والس مع الـ 12 والد مع الـ 12 والد مع الـ 13 حانيا وصلنا إلى النقطة جدا مهمة إنه الـ 7 segment بناعي هو الـ comment Arnold و الـ comment الـ thinker card فقط يحتوي على نوع واحد اللي هو الـ comment Arnold هنا أصحح شوي الحسين وأنت تقدر كيفك تسوي common Arnold أو common cathode حسب المقاومة المن راح تربطها إذا تربطها للسالب صار common cathode وإذا تربطها للمونتب صار common خل الحسين يكمل إنه طريقة هناها ما تشتغل ما تعرض شي يكتبها يعني بالعباس أما إذا اشتغلنا بغير برنامجة الـ Previous أو بشكل واقعي على الهاردوير السلام عليكم هل نكمل؟ أوكي هسا ورما إحنا ربطنا راح تشوفون الكود مالثي أيضاً كودي جداً سهل نحظر مسبقاً في تصل على الوقت هذا الكود سوى لكوبي بيست هنا وإن شاء الله هل يكون الكود الآن يجي الـ H من نعرف حرف H لازم سيغمت A والسيغمت D ما راح يسوون بسيغمت إذا كتبنا على الأي اللي هو ثماني هاي وكتبنا على الـ D اللي هو ثماني هاي هاي لأن إحنا نشتغل آنود بنا راح نكتبها لحتى ما يعرضون شي نجي نطبق ونسوي لـ Start Simulation وعرض الحرف اتشغل الثواني 1 2 1 2 3 هاي أنا طبعا عاشت إيدي الحسين ما شاء الله الشباب كلهم سووا شغل رائع وارجع مرة لخ أعرض لكم الـ Homework هذا هو الـ Homework راح أخلي لكم الفيديوات كلها بالسلايدات بهذا السلايد وكل فيديو شغل ويا الكود مواتي أوكي وأي سؤال تقدر تسألني بـ Google Classroom أو تقدر تكتب بتعليقات فيديو ويا القناة ترجمة نانسي قنقر